السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع الابتدائي. أهلا وسهلا بكم في حصة من حصص مادة العلوم على منصة البس المباشر بوزارة التربية والتعليم. تعالوا نشوف حصتنا النهاردة عن إيه? النهاردة هناخد مراجعة بسيطة على الأنشطة اللي احنا خدناها. اللي هي كانت بتتكلم عن التكيف والبقاء في الحيوان والنبات. احنا خدنا الأنشطة دي أو التكيف والبقاء في الحيوان والنبات. فتعالوا نشوف ونراجع عليها. فأول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. واحد الفراء الأبيض السميك هو تكيف فيه? حرباء النمر ولا الدب بالكطبي ولا سعالة بالفنج? أولا هنا تعالوا نشوف ونفكر مع بعض ونسترجع المعلومات اننا عندي حرباء النمر دي لها حراشيف ملونة بتساعدها انها تختفي ما بين الأشجار الخضرة والزهور الملونة وهي موجودة في الغباط مين? الاستوائي. يبقى ازا هي ما عنداش فر. طب عندي الدب بالكطبي وعندي الايه? اللي هو سعالة بالفنج. الدب بالكطبي فيه فراء طبعا ابيض اللون وكسيف. وعندي اللي هو يبقى ازا هنا ان انا اعرف ان ده مين اللي هو الإجابة يكون الدب الايه? القطبي. طبعا سعالة بالفنج هو عنده فراء بني عشان نبقى برضو متذكرين المعلومة. فراء بني لانه هو بيعيش فين? بيعيش في البيئة الرملية السخرية عشان فراء البني ده بيختفي في الايه? البيئة الرملية السخرية. طب تعالوا نشوف سعالة بالفنج هو لديه نقط مما يساعده على الاندماج مع الصحراء عشان يقدر يعيش مع الصحراء. هل عنده فراء داكن اللون ولا فراء ابيض اللون ولا فراء رملي اللون? الفراء الداكن اللون ده بتاع الدب البني والاسود. طب الفراء الابيض اللون احنا قلنا ده بتاع مين؟ الضب القطبي. يبقى ازا هنا سعالة بالفنج له ايه؟ فراء رملي اللون لانه هو بيعيش في البيئة الرملية السخرية عشان بيختفي فيها لإيه؟ عشان الفريسة طبعا ما تجيش ايه؟ او بيختفي. ثلاثة تساعد التكيفات الكائنات الحية على البقاء على قيد الحياة والتقاصر. الانكراد المر. هل لما الكائن الحي بيتكيف? هل انه هو بيتكيف من اجل البقاء واستمرار حياته? انه هو ينتج افراج جديدة اللي هو التقاصر? ولا انه هو ينكرد ما يبقاش موجود تاني? ولا بيموت? طبعا هنختار البقاء على قيد الحياة والتقاصر. التمويه يعني الكائن نقط يعني يمكن رؤيته بسهولة من قبل المفترسين? ولا يصعب رؤيته? ولا من السهل ان تراه فريسته? طبعا التمويه اللي هو الاختفاء. معنى ان انا باختفي يبقى انا مش عايزة حد بيشوفني. يبقى اذا ان كائن الحي ده بيعملوا ليه? علشان يصعب رؤيته. اقدام البطريق طبقة دافئة بسبب حركة الدم في الاوعية الدموية? ولا الطبقة السميكة? ولا الريش السميك؟ هنا اقدام البطريق بتبقى دافع شان فيه عندنا ايه? اللي هي الاوعية الدموية? يبقى هنقول بسبب حركة الدم في الأوعية الدموية. ستة تبدلت الأوراق في شجرة نقط إلى إبر حتى لا تفقد الماء. الصند ولا الكابوك ولا الصنوبر هنا في شجر الصنوبر تحولت الأوراق إلى إبر عشان ما تفكتش لإيه المال. إفراز الصم في أشجار الصند يعتبر تكيف تركيبي ولا سلوكي ولا فيسيولوجي هنا إفراز الصم حاجة بيعملها الشجر يبقى هو تكيف سلوك. نقط تنمو في المياه الملحة شجرة الكابوك شجرة النخيل المنجروف. طب تعالوا هنا نشوف شجرة الكابوك دي هي بتعيش فين؟ بتعيش في غابات الأمازون فين؟ في البرازيل. يبقى إذا مش ملهج دعوة بالمية. طب شجرة النخيل دي بتعيش في الصحراء يعني ملهج دعوة بالمية يبقى مين اللي هو شجر المنجروف. تعالوا بقى ننتقل إلى الجزئية النهاردة اللي هنشرحها وهي احنا في المخور الأول اللي هو الأنظمة. الوحدة الأولى بعنوان الأنظمة الحية. المفهوم الأول بعنوان التكيف والبقاء. احنا في الدرس الرابع اللي هو هناخد من النشاط رقم 8 إلى نشاط رقم 10. تعالوا نستكشف ونتعلم مع بعض. نشاط رقم 8 بعنوان الجهاز الهضمي. نشاط رقم 9 بعنوان الجهاز التنفسي. نشاط رقم 10 بعنوان كيف تتنفس الأسماء. تعالوا مع بعض نشوف نواتج التعلم. في نهاية هذا الدرس هنكون قادرين على ايه؟ ان احنا هنلاحظ التكيف التركيبي في أعضاء الجهاز الهضمي في الإنسان علشان ايه؟ هيناسب الطعام اللي احنا بنكله. فالتاني حاجة هنلاحظ التكيف التركيبي في أعضاء الجهاز التنفسي في الإنسان علشان نشوف ان بتعمل ازاي كجهاز واحد لاني انا بتنفس او بتغزة او باكل عشان ابقى ايه؟ ابقى مستمرة على قيد الحياة لاني انا كائن حي. ومن ضمن صفات الكائن الحي اللي هو التغذية والتنفس وعندنا الاحساس والاخراج عشان اقدر اقول ان ده كائن ايه؟ حيوغيرها من الصفات. هنقارم ما بين الجهاز التنفسي عند كل من الإنسان والأسماك وهنشوف الأوجه الشبه والاختلاف ما بينه. تعالوا مع بعض ناخد اول نشاط بعنوان اللي هو النشاط رقم 8 بعنوان الجهاز الهضمي واحنا عندنا هنا مهارات تذكير العلماء بتقول لي لاحظ كعلم. تعال نشوف ونلاحظ ازاي كعلماء. عندنا هنا اجهزة الجسم اننا جسم الكائن الحي سواء انسان او حيوان بتتكون من عدة اجهزة. زي ايه؟ زي الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي في عندنا الجهاز الدوري بتاعة الدم والقلب والقوعية الدموية عندنا الجهاز الاخراجي بتاع اخراج الفضلات بين الجسم. يبقى ديه الاجهزة. طب احنا هناخد ايه؟ اللي هو الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. كل جهاز له دور انه هو يديني الحاجة اللي جسمي محتاجة علشان نقدر ابقى ايه؟ على قيد الحياة. عشان كده بنقول انه هو له دور انه هو يلبي الاحتياجات بتاعتنا وبقاءنا على قيد مين؟ على قيد الحياة. احنا عندنا الجهاز ده هو عبارة عن مجموعة من الاعضاء او الاجزاء بس ديه الاجزاء دي بتشتغل مع بعض. يعني بتعمل مع بعض علشان تقدي مهمة محددة فين؟ في الجسم. فعندي هنا المجموعة من الاعضاء بتكون ايه؟ بتكون الجهاز الهضمي. طب انا اذا لو قال لي عرف او ما المكسوط بالجهاز. هقول له هو مجموعة من الاعضاء او الاجزاء التي تعمل معا لاداء مهمة محددة في الجسم. عندي هنا سؤال بيقول لي ايه طعامك المفضل. طب انت ما فكرتش يوم ان ايه اللي بيحصل في جسمك بعد ما بتاكل الطعام. طب ازاي جسمك حول الطعام ده الى مواد مفيدة انت احتجتها علشان تيكون عندك صحة ايه جيدة. تعالوا ننتقل الى اهمية الطعام والطاقة. الجسم بتاعنا بيحصل من الطعام على العناصر الغذائية اللي بتستخدم عشان تديني الطاقة اللي هقدر اعمل ايه؟ امشي انام اتكلم اتحرك او ان انا تنفس افكر يبا اذا هنا بنقول ان هو بيدينا الطاقة علشان اقدر اقوم بالانشطة المختلفة زي ايه؟ زي المش زي التحدث ان انا وزي النوم او ان انا اقدي الوظائف الداخلية اللي هي موجودة في جسمي زي نبض القلب وزي التنفس وزي مين؟ التفكير. ناخد بالنا كمعلومة كده ان جسمنا بيحتاج لكمية او مقدار كبير من الطاقة في اليوم الواحد لغيط النوم. بنلاقي قلبنا بينبض نبضها طبعا يوميا ويه بنلاقي ان الرئة بتاعتنا بتتنفس حوالي يعني عشرين الف مرة ايه؟ يوميا وقلبنا بينبض النبضات بتاعته اللي هو الدقات حوالي مئة الف نبضة يوميا دي كمعلومة اسرائية يبقى لذلك اننا الطعام مهم جدا لمين؟ لجسمنا. طب تعالوا هنا نشوف الجهاز الهضمي في الانسان. جسم الانسان بيحتاج الى الجهاز الهضمي. ليه؟ علشان نحصل على عناصر الغذائية اللي هي موجودة في الطعام. طب يا ميس هو يعني ايه عناصر غذائية؟ هقولها كمعلومة اسرائية عشان نفهمها. العناصر الغذائية اللي موجودة في الطعام زي مثلا العناصر بتاع البروتينات. البروتينات دي موجودة فين؟ موجودة في الجبنة وموجودة في البيض وموجودة في اللبن. طب الحاجات دي انا ما باخدها بتعمل ايه؟ بتديني او بتساعدني ان انا اكبر او بتساعد الجسم على النمو. ولو عندي هنا اتعورت او في جرح بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ اننا ما. العناصر الغذائية دي اللي باخدها من الطعام بتعمل على التأمين الجروب. فيه كمان اللي هو الفيتامينات. الفيتامينات دوت بتعمل ايه؟ دي كعنصر الغذائي بتحمي جسم من ايه؟ من الامرام. زي برضو اللي هو الكاربوهايدرات اللي هي منقصومة الى حاجتين اللي هو السكر و ايه؟ والدهون. السكر والدهون بتديني مين طاقة اقدر ايه؟ اتحرق. دي معنى كلمة العناصر الغذائية. يعني اذا ان انا اقدر اعرف الجهاز الهضم اقول ايه؟ هو عبارة الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وامداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة لهم. دي معنى او المقصوب بالجهاز الهضم. طب انا باكل بقول انا هضمت. يعني ايه؟ عملية الهضم دي. يعني انا عندي الطعام في صورة صعبة او معقدة. لما بيطهدم بيخصل ايه؟ بلاقي ان هو تحول الى مادة بسيطة او اجزاء صغيرة. بدأ الجسم ان هو ي ايه؟ يمتصها ويستفيد منها عشان عايز مين؟ عايز الطعام. لذلك هنا هاجي وهعرف عملية الهضم اقول هي عبارة عن عملية تفتيت الطعام الى اجزاء صغيرة ليسهل على الجسم امتصاصه والاستفادة منه في الحصول على الطعام. طب ننتقل الى تركيب الجهاز الهضم. عندنا ان ادام حاجة قلنا في جسمنا يبقى ده تكيف تركيبي. علشان ايه؟ علشان ان الاكل اللي انا باكله او الطعام اللي انا باكله هيبقى في ايه؟ او هيلائم الطعام اللي انا ايه؟ باكله. لان الجهاز الهضمي هيقوم بعملية الهضم دي. طب عشان كده بنقول ان خصائص اعضاء الجهاز الهضمي هي نوع من التكيف الايه؟ التركيب. طب هو بيتركب من ايه؟ عندنا من الفم. قلب العوم. المريء. المعدة. الامعاء الدقيقة. الامعاء الغليظة. فتحة الشرق والكبد والبنكرياس. دي كلها ايه؟ اللي هي اجزاء او اعضاء الجهاز الهضمي. طب تعالوا نشوف بقى ان هنا ادي الفم. وادي البلعوم والمريء والمعدة والامعاء الدقيقة والكبد والامعاء الغليظة والبنكرياس وعندنا فتحة مين؟ فتحة الشرق. تعالوا نشوف بقى اما انا اكل الطعام. ايه الطريق اللي بياخده الطعام في الجهاز الهضمي عشان اقدر يستفيد او جسمي يستفيد؟ اول طريق او اول مصار للطعام في الجهاز الهضمي بيبدأ من الفم. بعد كده بيوصل الى المريء وبعد كده المعدة وبعد كده ايه هنلاقي الامعاء الدقيقة. طب تعالوا هنا نشوف حاجة. ان هو بيقول لي ان المصار بتاع الطعام بيبدأ بالفم وبينتهي بفتحة الشرق اللي بتخرج الفضلات الضارة من الجسم او المواد الصلبة من الجسم. اللي هي التي لم تهضم. يعني ما تهضمتش. لكن عملية الهضمي نفسها بتبدأ فين؟ بتبدأ في الفم وبتنتهي في الامعاء الدقيقة. ناخد بالنا لما يقول لي تبدأ عملية الهضم فيه هقول له في الفم. وتنتهي فين؟ في الامعاء الدقيقة. اما مصار الطعام بيبدأ بالفم وينتهي بفتحة اثنين قشرة. طب هنا بنلاقي ان فيه مكون او جزء او عضو اسمه الامعاء مين؟ الغليزة. دي لا يحدث اي هضم للطعام في الامعاء الغليزة. طب تعالوا نشوف الفم هي بتعملي ايه؟ بتعملي طحن بتطحن الطعام او بتفتته جدا وتطحنه وبتمزجه باللعاب. ايه اللعاب دوت؟ اللعاب ده هو وسائل اللي بيبقى موجود في الفم. وده بيساعد على ايه؟ على تفتيت الطعام وسهولة ايه؟ بلعه. يبقى ايه اذا الفم بتطحن الطعام وبتمزجه باللعاب. طب المريء بينقل الطعام الى المعدة. بعد كده المعدة بتخلط الطعام بتفرز عصارات العصارات دي بتغضم الطعام بائزا عشان كده بقول ايه؟ خلط الطعام بالعصارات وايه؟ وهضمه. عندنا الامعاء الضقيقة بتستكمل فيها الهضم وبيحصل فيها امتصاص للعناصر مين؟ الغذائية عشان توزعه الى اجزاء مين؟ الجسد. الامعاء الغريزة بتمتص السوائل وبتكون ايه؟ وبتكوين الفضلات اللي هي الجسم اللي هي يحتاج ليها لان لو الفضلات دي فضلت موجودة في الجسم ايه؟ هيصاب الجسم بايه؟ بالايه؟ بالامراض. فتحة الشرق دي بتخرج مين؟ بتخرج الفضلات. يبقى ده مصار الطعام في الجهاز الايه؟ الجهاز الهضم. ننتقل الى جزئية اخرى وهي كيف يعمل الجهاز الهضم. اول حاجة احنا قلنا ان الفم بتبدأ عملية الهضم في الفم. طب الفم ده في ايه؟ في اسنان وفي لسان وفي لعاب. الاسنان هي اللي بتمضغ الطعام وبتحوله الى قطع صغيرة. طب اللعاب السائل انا قلت اللي هو موجود في الفم اللي بيرطب الطعام وبيفتته عشان يسهل ايه؟ بلعه. اللسان. ده. بيقوم مع الاسنان. عفوا. بيقوم مع الاسنان بمسج الطعام باللعاب عشان يصبح ايه؟ طريا وايه؟ وليا. نيجي للمريء عند البلع بيقوم الايه؟ البلعوم اللي هو الحل. بيدفع الطعام داخل المريء. المريء هو عبارة عن انبوبة بها عضلات. بتحرك الطعام الى امين؟ الى المعدة. المعدة بتخلط الطعام مع الحمض اللي بيتفرز من المعدة. والعصارات الهضمية اللي بتحتوي على الانزيمات. الانزيمات دي هي مواد طبعا عبارة عن مواد كيميائي كده بتتفرز علشان بتساعد فيه عملية هضم الايه؟ او في هضم الايه؟ الطعام. عندنا بيظل الطعام في المعدة عدة ساعات لغير ما يصبح مين سائل بعد كمين. كده بيتحرك عن طريق مين؟ عن طريق عضلات المعدة. وتقوم وديها الايه؟ اللي هو المعدة بيواصل العضلات تنقله الى الامعاء مين؟ الدقيقة. الامعاء الدقيقة هي عبارة عن ابو امبوب طويل وملتف بيزيد طوله عن ستة امطار. لذلك بيتم فيه ايه؟ بيتم فيه استكمال عملية مين؟ الهضم. ليه؟ علشان هنا فيه كبد وفيه بنكرياس فهم بيفرزوا عصاراتهم. فالعصارات دي اللي بتساعد على اتمام عملية هضم الطعام عشان تحوله الى عناصر غذائية بتصب فين؟ في الامعاء الدقيقة. عشان كده بقول ان تصب فيها فين؟ في الامعاء الدقيقة. عصارات الكبد ومنكرياس. عشان يتم عملية هضم الطعام وتحوله الى ايه؟ الى عناصر غذائية. تاني مرحلة بتعمل ايه؟ الامتصاص بقى. امتصاص العناصر الغذائية اللي هي خدناها بقى بعد ما الطعام تهضم. بيتم الامتصاص عبره او من خلال الجدار بتاع الامعاء الدقيقة. لان الامعاء الدقيقة فيها شعيرات دموية دقيقة. اللي هي شعيرات دموية دي هي عبارة عن زي ايه؟ زي مثلا هقول زي مثلا قناة كده او زي بالمفهوم اللي عمي بتاعنا قنبوبة كده اللي هي بيبقى فيها الدم. فهنا بيحصل ايه ان هو انا بفسر بي اللي هو يعني بحاجة انت تقدر تفهمها. فبنقول هنا ان خلال الشعيرات الدموية الدقيقة دي بايه؟ بتاخد الغناصر الغذائية وبعدين بياخدها مين؟ الدم علشان يوزع على كافة اجزاء الايه؟ الجسم. ناخد بالنا ان الطعام اللي ما تهضمش بيتنقل فين؟ بيتنقل الى الامعاء الغليزة. يبقى ينتقل الطعام الذي لم يتم هضمه الى لو قال لي اكمل هقوله الى الامعاء الغليزة. نيجي نشوف دور الامعاء الغليزة وهي بتمتص الامعاء الغليزة. السوائل من الطعام اللي هو ما تهضمش او اسمه الطعام الغير ما هضم. فبيصبح فضلات ايه؟ صلبة اللي احنا بنقول عليها البراز. يبقى اذا البراز ده هو طعام ما تهضمش لم يتم هضمه. فلذلك هنا ان الفضلات دي بتخرج هذه الفضلات ايه؟ من الجسم. عن طريق مين؟ عن طريق فتحة الايه؟ الشر. يبقى ده عمل الجهاز الايه؟ الجهاز الهضم. نيجي ننتقل الى جهاز اخر ونشاط اخر وهو نشاط رقم تسعة بعنوان الجهاز التنفسي. مهارات تفكير العلماء بتقول لي ايه؟ لاحظ كعالم. ودي بتنمي عندنا مهارات الايه؟ المنحظة. عندنا الجهاز التنفسي في الانسان اننا عندي الاكسوجين من العناصر المهمة اللي بيحتاج جسم الانسان لها علشان يقوم بالوظيفة بتاعته. طب الاكسوجين ده الانسان بيحصل علمني من الهواء الجوي لان الهواء الجوي ده هو بيتكون من مجموعة من الغازات زي غاز الاكسوجين وغاز ثاني اكسيد الكربون والنيتروجين وبعض الغازات الاخرى وبخار الايه؟ المن. احنا بناخد الاكسوجين اللي هو الانسان بياخد الاكسوجين من الهواء الجوي من خلال عملية مين؟ التنفس يبقى من خلال عملية مين؟ التنفس اللي بيقوم بها مين؟ اللي بيقوم بها الجهاز التنفسي. طب تعالوا هنا هناخد ايه هو يقول لي ايه هو الجهاز التنفسي؟ هو الجهاز المسؤول عن ادخال الهواء الى الجسد وطرد ما لا يحتاج اليه الايه؟ الجسمي بقى ده الجهاز التنفسي. عندي هنا ان فيه عملية انا بقوم بها اسمها عملية التنفس وهي عبارة عن ايه؟ عملية دخول الهواء المحمل بالاكسوجين الى الجسد وهيخرج الهواء المحمل بمين؟ بساني اكسيد الكربون. يعني انا قدر اقول هنا ان عملية التنفس بتتم حكتين دخول وخروج. الدخول لها اسم وهناخدها دلوقتي اللي هي اسمها الشهيق. اما خروج الهواء بس الخروج الهواء المحمل بمين؟ بساني اكسيد الكربون ده اسمها عملية مين؟ عملية الزفير. طب تعالوا فيه ملحوظة بقى اننا هقولها كمعلومة اسرائية ناخد بالنا ان غاز ساني اكسيد الكربون ده بينتج من ايه؟ من عملية التنفس وده؟ لو انا ما تخلصتش منه هيضر الجسم بل يؤدي الى الوافاة. زي بالظبط ما بقول لأي طالب او اي زميل حط ايدك على بقك وعلى انفك يعني اكتم نفسك اللي بيحصل طبعا هيقول له ايه انا مش قادر او بيحصل اختناق ومنها الى مين؟ الى الموت لان هنا عشان وجود ساني اكسيد الكربون. لو انا ما تخلصتش منه هيضر الايه؟ الجسم. تعالوا ننتقل الى تركيب الجهاز التنفسي. زي ما احنا تعرفنا ان خصائص اعضاء الجهاز الهضمي في الانسان هي نوع من التكيف التركيبي. كذلك تعد خصائص اعضاء الجهاز التنفسي في الانسان نوع من التكيف التركيبي. ده بيساعدنا ان احنا بنحصل على الاكسوجين من الهواء. طب بالنسبة للتركيب الجهاز التنفسي عندنا الانف. قلب العوم. القصبة الهوائية. الشعبتان الهوائيتان. الرأتان. الحواصلات الهوائية والحجاب. الحجب. مش ملاحظين حاجة؟ اه ملاحظين يا ميس. ان كان الجهاز الهضمي في ايه؟ في قلب العوم. والجهاز التنفسي في قلب العوم. بإذن البلعوم هنا هو عضو مشترك ما بين مين؟ ما بين الاكل وما بين مين الهواء. او ما بين الجهاز الهضمي والجهاز مين؟ التنفسي. تعالوا ننتقل الى ادي طبعا. عندنا الانف. البلعوم. القصبة الهوائية. الشعبة الهوائية. طب هنا انا قلت الشعبة الهوائية. ايو احنا عندنا شعبتين هوائيتين. واحدة في الرئة اليمنى. واحدة في الرئة اليسرى. دي كده اسمها الرئة اليسرى ليه؟ لاني انا او الكتاب عكس ايه؟ عكس ايدي. فعشان كده اما اقول هنا لو انا جيت قلت على دي. دي اسمها الشعبة الهوائية في الرئة مين؟ في الرئة اليسرى. اما في الرئة دي اسمها دي اسمها الرئة مين؟ الرئة اليمنى. ليه؟ لأن الاتجاه مختلف ايه؟ او الكتاب مختلف عن ايه؟ عن اننا موجودة فبيبقى العكس بتاعه عشان كده بنقول ان هنا الشعبة الهوائية وهنا الحواصلات الهوائية اللي موجودة داخل الرئة ودي طبعا الرئة وقلت الرئة مين؟ الرئة اليمنى وهنا الحجاب الحجز تعالوا ننتقل الى كيف يعمل الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي بيعمل اننا اول حاجة لما بتنفس اللي بيحصل بيدخل الهواء من الانف او الفم طب في معلومة اسرائية كده هو الصحيح اننا اتنفس من الانف وليس من الفم لان سبحان الله ربنا خلق لنا الانف دي فيها مكونات جوه دي بتخلي الهوى الداخل للرئتين نقي وكمان حاجة لو هو فيه هوى سائع بتدفيه ولو فيه غبار او فيه ادخنة بتيجي لو هنا تنفس من الفم بتدخل على طول على مين على الرئفة علشان كده احنا بنقول بيفضل اننا تنفس من الانف ايه وليس الفم يبا اول حاجة ده دي معلومة اسرائية طب اول حاجة اننا بتنفس بيدخل الهوى من الانف او الفم وبعد كده بينتقل لمين الهوى الى البلعوم اللي انا قلته هو عضو مشترك ما بين مين ما بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ثم بعد ذلك يدخل فين الى القصبة الهوائية طب بعد كده بيمر الهوى من القصبة الهوائية اه دي القصبة الهوائية يروح فين الى الرئتين عبر مين عبر او عن طريق الشعبتين الهوائيتين الشعبة الهوائية بتدخل الرئة اليسرى والشعبة الهوائية بتدخل الرئة مين الرئة او بتتفرع الى الرئة مين اليوم فهنا بنلاقي ان الهوى دخل من القصبة الهوائية الى الرئتين عن طريق مين الشعبتين الهوائيتين نيجي بعد كده زي ما احنا شفنا اه دي الشعبة الهوائية ودي شعبة الهوائية وإحنا اتفقنا وقلنا أنا هنا بنقول عليها الشعبة الهوائية اليمنى لإني اتجاه إيدي عكس اتجاه مين الورقة اللي إحنا مرسوم عليها أو الرسمة لما بنرسلها في الكراسة أو في اللي هو الكتاب هنا الشعبة الهوائية مين اليسرى طب اللي بيحصل هنا إن داخل الرئتين بتنقسم الشعبتين الهوائيتين إلى شعيبات هوائية متفرعة شبه الغصن بتاعمين فرع الشجرة أو أقصان الشجرة بتنتهي الشعيبات الهوائية بأكياس صغيرة الأكياس دي اسمها إيه الحويصلات الهوائية يبقى ما يقول لي أكمل تنتهي الشعيبات الهوائية بأكياس صغيرة تسمى نقطة أقول له الحويصلات الهوائية الحويصلات الهوائية بتحض بأوعية دموية الأوعية الدموية دي بتنقل إيه حيث بتنقل منها مين الأكسوجين تودي إلى مجرى مين مجرى الدم ده بالنسبة إن الجهاز أو كيف يعمل الجهاز التنفسي تعالوا ننتقل إلى مراحل عملية التنفس إحنا عندنا ثلاث مراحل لعملية التنفس أول مرحلة الشهيط وده دخول معناها دخول الهوى المحمل بالأكسوجين إلى الرأتين سبحان الله إحنا عندنا ما بنيجي بنستخلص طب ما هو الهواء الجو في إيه في غازات اللي هو الأكسوجين وساني أكسوجين كربون وانا يقول ربنا خلق لنا الأعضاء دي بتتكيف مع الوظيفة بتاعتها إنها بتستخلص بس أو بتاخد اللي هو مين الأكسوجين لأنه هو ده اللي إيه اللي لازم للتنفس في عملية مين الشهيط نيجي بعد كده بيخصل تبادل للغازات إن بيتنقل الأكسوجين من الحويصلات الهوائية عبر الأوعية الدموية إلى مين إلى الدم بينما بينتقل ساني أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصلات مين الهوائية علشان يتم إيه خروجه ودي اسمها عملية الزفير إنه بيخرج الهواء المحمل بساني أكسيد الكربون خارج الجسم وإحنا قلنا إننا لو ما تخلصتش من ساني أكسيد الكربون هيدر لإيه الجسم طب فيه سؤال بيقول لي كيف يمد الجهاز التنفسي خلايا الجسم عن طريق إن الأكسوجين بيدخل للرئتين أثناء عملية الشهيط ثم ينتقل إلى الهوائية الدموية المحيطة بالحويصلات الهوائية ثم ينقله الدم إلى كل خلايا لإيه الجسم وينتق ساني أكسيد الكربون دي اسمها عملية التنفس يبقى أنا عندي الأكسوجين بيحصل عملية شهيط في الفأف الأنف وبعدين بعد كده بيروح للبلعوم وبعدين القصبة الهوائية ومنها إلى الرئتين ثم لوعية دموية توزعها أو إلى الدم إلى خلايا الجسم دي اسمها عملية الشهيط عملية الزفير بيجي خلايا الجسم بتديها بتدي الغاز اللي هو مين؟ الثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية التنفس بتديها للأوعية الدموية تقوم موديها أو نقلها للرئتين ثم إلى القصبة الهوائية ثم إلى البلعوم ثم إلى الأنف وبعدين دي اللي هي عملية مين؟ الزفير اللي هو خروب غاز ثاني أكسيد الكربون ده بالنسبة للجسم أو الجهاز التنفسي بيمد خلايا الجسم مين؟ بالأكسوجين وبيطرد ثاني أكسيد الكربون تعالوا نشوف العضلة اللي هي لها أهمية ولها دور في عملية التنفس وهي الحجاب الحاجز الحجاب الحاجز دي هي عضلة كبيرة هي المسؤولة عن الحركة بتاعة الشهيط والزفير طب عملية الشهيط دي إيه اللي بيحصل فيها؟ لو أنا جيت وقلت ضع يدك على صدرك أو على القفص الصدري وخد هوى أو تنفس هوى أخد تنفس هوى دي يعني عملت مين؟ الشيء بلاقي هنا بينقبض الحجاب الحاجز يعني ايه ينقبض يعني بيه؟ بيتقلص كده الحجم بتاعه وبيتحرك إلى مين؟ إلى أسفل اللي هو مين؟ الحجاب الحاجز فبلاء إن التجويف أو هنقول القفص الصدري بتاعي بيتسع بسبب ايه؟ بسبب دخول الهواء إلى الرئتين محملا بمين؟ بالأكسوجين بقى دي اسمها عملية الشهيط أما عملية الزفير بيحصل إيه بقى؟ أما خرج أنا الهواء كده فبلاء هنا إن بيحصل انبساط أو ينبسط الحجاب الحاجز يعني بيرجع مكانه كده مش إنه هو بيتقلص الحجم اللي هو بيتقلص كده بيتحرك لأعلى فلذلك بيضيق القفص الصدري وبيخرج الهواء من الرئتين محملا بساني أكسيد الكربون يبقى دي عملية الزفير ناخد بالنا فيه ملحوظة كده إن هل يطرى إن غاء الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي كل واحد بيشتغل لوحده أو بيعمل لوحده؟ قال لنا لا الجهاز سواء الجهاز الهضمي والتنفسي والدوري ده أنا قلت الأوعية الدموية يبقى إذن هنا الأجهزة الجسم بتعمل في تكامل مع بعض عشان كده بقول هنا إن الجهاز الهضمي والتنفسي بيعمل معا لإمداد خلايا الجسم بالطاقة لإن اللي هو الجهاز الهضمي بيوفر إيه؟ للعناصر الغذائية عن طريق الهضم والامتصاص وبيوفر الجهاز التنفسي مين؟ الأكسوجين العمليات دي والأنشطة دي بتتم داخل جسمي بدون الحاجة إلى التفكير في الأمر أصلاً إن هو يحصل إيه؟ سواء هضم أو يحصل مين؟ تنفس تعالوا ننتقل إلى نشاط رقم عشرة وهو بعنوان كيف تتنفس الأسماء ودي مهارات تفكير العلماء بتقول لي لاحظ كعب أول حاجة إن أنا عندي الأسماء دي ما فيهاش رقتين طب بتتنفس عن طريق مين؟ عن طريق عضو أو جزء اسمه الخياشين طب الخياشين دي في الإيه؟ في الأسماء بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة على جانبي رأس الإيه؟ السمكة وأدم دي جزء من جسمها يبقى دي تكيف إيه؟ تكيف تركيبي وده سبحان الله هو التكيف ده اللي بيخلي السمكة تعيش وتتنفس تحت سطح المين؟ المين طب تعالوا نشوف ونستكشف مع بعض ونعرف مراحل تنفس الأسماء أول حاجة إن السمكة بتعيش في المية طب هل المية فيها أكسوجين؟ أيوة طبعا فيها أكسوجين وده قدرة ربنا سبحانه وتعالى إنها عندها الخياشين دي اللي بتقدر تاخد الأكسوجين من مين؟ من المية فاللاحظ هنا إن الأسماك بتبتلع المية عن طريق الفم وبتدفعه نحو الخياشين اللي عندها أو محاطة بأوعية مين؟ بأوعية دموية اللي بيحصل بقى إن الخياشين دي تستخلص إيه؟ الأكسوجين اللي هو دايف في المية وبتمقله إلى الأوعية الدموية علشان توزعه على أجزاء الجسد وبعد كده بيخرج المية من الجانب الآخر للخياشين محمل بمين بغاز ثاني أكسيد الكربون نلاحظ هنا وناخد كمعلومة إننا لازما أحتاج إلى هواء ناقع عشان أتنفس لإني لو أنا تنفست هواء ملوث بالأبخرة والدخار هيصاب الجسم بين بالأمراض أو هيسيب الإنسان بالأمراض كذلك هنا إن الأسماك لازما بحاجة إلى مية نظيفة عشان تبقى على قيد الحياة تعالوا بقى ننتقل إلى جزئية ونشوف أوجه التشابه والاختلاف ما بين التنفس في الإنسان والتنفس في الأسماك أنا عندي التشابه إن إحنا الإنسان كإنسان أنا بستنشق أكسوجين بس بغضو عن طريق مين؟ عن طريق الرئتين أما الأسماك بتتنفس إيه؟ أو بتستنشق مين؟ الأكسوجين طب الإنسان بيهل غاز الناتج من عملية التنفس أو بتخرج إيه؟ غاز ساني أكسيد الكربون يبقى هنا التشابه الإنسان بيخرج غاز أو بيطرد غاز ساني أكسيد الكربون الأسماك أيضا بتعمل على خروج ساني أكسيد الكربون اللي بيحصل إن الأوعية الدموية هي اللي بتوزع الأكسوجين على أجزاء إيه؟ الجسم سواء في الإنسان أو الإيه؟ الأسماك يجي ناخد الإختلاف الإختلاف في الإنسان إن أنا عندي الإنسان بيتنفس بالرئتين وبيستخلص الأكسوجين من الهواء الجوي أما الأسماك قلنا العضو إيه؟ اللي هو بواسطة الخياشين وبتستخلص الأكسوجين المزاب فيه؟ المزاب فيه المه يبقى كده قدرنا إن إحنا نشرح أو نفهم من نشاط رقم تمانية إلى نشاط رقم عشرة تعالوا مع بعض نشوف السؤال ويه؟ جواب تطبيق على الجزء اللي تم شرح أول سؤال بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي عملية التسع فيها الرئتين وتمتلئان بالهواء هي دي عملية التسع فيها الرئتين وبتمتلئ بالهواء يعني معنى كده إنها بيدخل الهواء يبقى دي عملية مين؟ الشهي الجهاز المسؤول عن طرد الهواء الضار خارج الجسم ده مين؟ الجهاز التنفسي أجزاء الجسم التي تعمل معا ده اسمه إيه؟ اللي هو الأعضاء يبقى ده إيه؟ الجهاز تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة ده تعريف إيه؟ الهضم غاز ضروري لعملية التنفس في الكائنات الحية هو غاز الأكسوجين طرق الإجابة الصحية يبدأ الجهاز الهضمي بفتحة نقطة الفم ولا الأنف ولا الشرق إحنا قلنا الجهاز الهضمي بيبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة الشرق يبقى أنا أختار الفم غاز أما الأنف طبعا طبعا الجهاز مين؟ الجهاز التنفسي غاز ثاني أكسيد الكربون نقطة الجسم إذا لم نتخلص منه يفيد ولا بيدر ولا بينشط طبعا بيدر إيه؟ الجسم أكمل مما بين القوسة في عملية الشهيج عضلة الحجاب الحاجز نقطة تنقبض ولا تنبسط في عضلة الحجاب الحاجز دي يبتساعد في عمية الشاك والزفير ده دي في الشهيج بتعمل إيه؟ بتنقبض زي ما قلت إيهنا؟ بتتقلص كده في الحجم بتاعها دي معنى كلمة تنقبض يبقى هنا فعلا تنقبض يبقى اختار تنقبض تنقسم القصبة الهوائية إلى شعبتين هوائيتين داخل الرأتين ولا البلعوم هو داخل الرأتين يتم طرد غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية نقطة طرد غاز ثاني أكسيد الكربون زفير ولا شهيج طبعا أثناء عملية الزفير خصائص أعضاء الجهاز الهضمي تعد نوعا من التكايف التركيبي ولا السلوكي هو التركيب يستخلص السمك الأكسوجين الزائب في الماء بواسطة الجلد ولا الخياشين بواسطة الخياشين ضع علامة صحة أو غلط أمام العبارات الآتين يكون هواء الزفير محملا بغاز الأكسوجين هواء الزفير لا ده احنا قلنا هواء الزفير ده اللي هو خروج الهواء محملا بمين؟ بساني أكسيد الكربوني يبقى هيدا الإجابة غلط الجهاز التنفسي هو المسؤول عن دخول وخروج الهواء الإجابة صحيحة الخياشين من التكايفات التركيبية التي تسمح للأسماك بالتنفس تحت الماء الإجابة صحيحة لأنه يبتستخلص الأكسوجين المزاف في الماء ينتهي الجهاز الهضمي في الإنسان بفتحة الشرج الإجابة صحيحة لأنه إحنا قلنا بيبدأ بالفتحة الفم وينتهي بفتحة مين الشرج ينتقل الطعام المهدوم من الأمعاء الضقيقة إلى الأمعاء الغاليزة هنا تم هضم الطعام واستكمله خلاص هل بيتم ناقله المهدوم مش الغير مهدوم لا المهدوم بيتنيل مين إلى الدم عشان يتوزع إلى جميع أجزاء الجسم لكن الأمعاء الغاليزة اللي هو الطعام اللي هو إيه اللي هو لم يتم هضمه يبقى الإجابة هنا إجابة غلط وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا وكنت معاكم مسأ أسماء بكرة عبدالخير